تعتبر روسيا القطب الشمالي منطقة احتياطي فائد من المواد الخام والفرص التجارية أكثر مما تراها مساحة هشة معرضة لتداعيات الاحترار المناخي ومن أجل ضمان تفعوقها في هذه المنطقة أطلقت موسكو أسطولا من كاسحات الجليد النووية فيها من بينها السفينة فيفتيليت بوبيدي أو خمسين عاما من النصر والتي غادرت مرفأ مورمانسك إلى القطب الشمالي هذا الصيف منذ البداية كان أسلافنا يتقنون الإبحار في المياه المتجمدة ونواصل نحن ذلك بنجاح ثم تحاجة متزايدة لكاسحات الجليد لأننا نطور موارد طبعية أكثر في الوقت الحالي وتشكل المنطقة المصدر الرئيسي للصادرات الروسية من الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه شركة نوفاتيكا روسية ومجموعة توتال الفرنسية كما يعتمد مردودها جزئيا على الطريق البحرية الشمالية أو على الممر الشمالي الشرقي ويفترض أن يسهل هذا الطريق الذي يعبر القطب الشمالي ويبلغ طوله نصف مسافة الطريق عبر قناة السويس توصيل الهايدروكربونات إلى جنوب شرق آسيا عبر المرور في المحيطات الأطلسي والهادئ والمتجمد الشمالي الميزة الأساسية التي تتمتع بها روسيا ليست فقط امتلاكها أسطولا من كاسحات الجليد النووية ولكن وجود الممر الشمالي الذي يملك بالفعل بنية تحتية متطورة إلى حد ما كان هذا الطريق في السابق صالحا للملاحة فقط خلال فصل الصيف إلا أنه أصبح بالإمكان سلوكه أكثر فأكثر مع تراجع الجليد بسبب الاحترار المناخي لكن نشر كاسحات الجليد الروسية التي تعمل بالطاقة النووية في المنطقة هو أمر أساسي كذلك وفي آذار مارس 2021 عندما علقت سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس وعطلت الملاحة استفادت موسكو للقول أن الطريق القطبي الشمالي لم يعد حلما بعيدا بل أصبح واقعا يطور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر